في موسمه الثالث يتيح برنامج البيت فرصة المشاركة للشعراء في مسابقاته الفريدة والحديثة وتلقى في كل أسبوع آلاف الأبيات الشعرية على الهواء مباشرة البيت برنامج سنوي يعنى بالشعر النبطي ويشارك فيه آلاف الشعراء في كل أسبوع عن طريق إرسال أبيات المشاركة في حساب البرنامج على موقع تويتر شهدنا الحلقة الثامنة واقتربنا أكثر من مشهد التفاعل فبرنامج البيت سابقة شعرية دمجت مواقع التواصل بشاشة التلفاز مسابقة من شقين وهناك لقبان يظفر بهما شعران بعد الفوز يصبحان شعر الصورة وشعر البيت ففي نبض الصورة متوج في كل حلقة من فاز في صورة الحلقة السابقة ويتأهلوا للتصفيات ومن ثم يعلنوا عن الصورة الجديدة يتم الاتفاق على الأجمل سواء كان في الحداثة أو في التقليدية يتم الاتفاق على الأجمل البيت الذي اختصر واختزل عناصر الصورة في بيت جميل ورائع جدا الجمال نعلم دائما أن الجمال يتفق عليه ولا يختلف عليه ينتهي شق البرنامج الأول ويستهل الثاني بعد أن تم نشر شطر الحلقة قبل بثها المباشر بخمس ساعات ليكمله الشعراء أو من غير الشعراء أحيانا على موقع تويتر فتصل آلاف المشاركات وتقوم لجنة الفرز بالفرز وترحل الأشطر إلى شاشة المحكمين والمحكمون من يقرون المتأهلين تم اطلاق الشطر الساعة خمس بتوقيت دبي ونبدأ فورا باستقبال الأشطر المشاركة في الحلقة لجنة الفرز عدد أعضاءها ست شعراء يقومون باستلام جميع المشاركات التي تصل إلى البرنامج حول الشطر المطروح يتم من خلال فرزها مراعاة الوزن فيها جودتها ملأمتها للشطر المطروح من قبل إدارة البرنامج ومن ثم تحويلها إلى شاشات لجان التحكيم نحكم عليها من خلال ذائقة كل واحد له ذائقة من الزملاء الأربعة في المدغم ومبارك وأنا ومحمد المر فتعتمد على الذائقة في المقام الأول تعتمد على مدى تناغم الشطر مع الشطر اللي جاينا من لجنة الفرز فكرة البرنامج مبثقة من رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي ينفذها مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث من خلال قناة دبي الأولى بأسلوب مبتكر عصري برنامجنا في الموسم الثالث استطاع أن يوثق حقيقة قد تكون بعيدة شيئا ما عن الساحة الشعرية لفترة طويلة أو لم تكن فاعلة إن صح التعبير وهي إيجاد قاعدة نقد شعري صحيحة في سماء القصيدة النبطية وصل صدى البرنامج عن طريق هذه الفكرة الجميلة إلى أبعد مستوى بل بالأكس أصبح الملاذ الأول الآن للشعر والشعراء هو برنامج البيت إذن فبرنامج البيت يعتمد على الإبداع وعلى ذائقة المحكمين في اختيار الأشطر فإما صدر يكمل العجز أو على العكس تماما ويصبح بذلك بيتا يختزل قصيدة خلق عمل الدهشة تحدي يواجه الإعلام والشعر في آن واحد وبرنامج البيت استطاع أن يدمج دهشة الإبداع الشعري بدهشة الفرجة الإعلامية ليستقطب بعد ذلك ملايين المتابعين في الخليج والوطن العربي بس عمنا بدوي المركز الأخبار تلفزيون البحرين دبي